اشتركوا في القناة ترك ندريس الكيميا من أجل التمثيل لمع اسم الفنان محمد رياض في فترة التسعينيات في الدراما التلفزيونية بعد أن شاركوا في عدد من المسلسلات التي تحولت مع الأيام لعلامات فارقة في الدراما التلفزيونية مثل عائلة وأرابيسك ولن أعيش في جلباب أبي ونصف ربيع الآخر ورد قلبي اعتاد المخرجين تقديمه في أدوار إيجابية لكنه تمرض على ذلك في السنوات الأخيرة وجسد شخصيات سلبية ويمكن اعتبار فيلم حفل زفاف نقطة تحول في مسيرته الفنان محمد رياض ينتمي لعائلة مهتمة بالعلوم لكنه أصبح جزءا من عائلة فنية عريقة بعد زواجه من الفنان الرانيا محمود ياسين ابنة الفنان الراحل محمود ياسين والفنانة شهيرة وشقيقة الكاتب عمر محمود ياسين الفنان محمد رياض من مواليد 25 إبريل 1970 تعود أصول عائلته لمدينة أسيوت في صعيد مصر بعد الحصول على شهادة السنوية العامة اتحق بكلية العلوم قسم الكيميا في جامعة القاهرة وأثناء الدراسة انضم لفريق التمثيل في مصرح الجامعة وشارك في عدد من المصرحيات التي كانت تجوب محافظات مصر رانيا محمود ياسين والدي من أوصاني بالعمل مع الزعيم قال لي عد الإمام بيجيب النجاح نفت الفنانة رانيا محمود ياسين تدخلها في مشكلة شقيقها المخرج عمر محمود ياسين مع الفنانة ياسمين عبد العزيز لافت إلى عدم أحقير تدخلها في المشكلة بينهما وقالت خلال اللقاء انها تحدثت عن وجهة نظرها بشأن تسريب المكالمة الخاصة بوالد الفنان حسام حبيب خلال حديثه عن زوجته السابقة الفنانة شيرين وأكدت انها لا تتذكر شخصا مهما خزلها بعد وفاة والدها الفنان محمود ياسين منوهة إلى أن الناس ركزت خلال يوم العزاء على السلبيات وليس الإيجابيات واخترعوا قصصا لم تكن موجودة كعدم مجيء الفنانة نجلاء فتح العزاء وخلافها مع أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي وعن شائعات حزن والدتها من الفنان عاد الإمام بسبب عدم سؤاله على والدها خلال فترة مرضه حيث عقبت الزعيم طلب منه شغل معه مسلسل فالنتينو وسألت والدي هل لو الدور مش كبير أو مش حلو عامله فقال لي عاد الإمام الشغل معاه عاد الإمام بيجيب النجاح لن تصدق من هو نجل الفنان محمد رياض والفنانة رانيا محمود ياسين هو ممثل مشهور جدا مفاجأة شرقت الفنانة رانيا محمود ياسين عبر حسابها الرسمي على الإنستجرام صورة لنجلها عمر محمد رياض في أول ظهور له وهنقت رانيا ياسين نجلها على تجربة الفنية الأولى في حكاية أودا صالة مسلسل نصيب اسمتك الجزء الرابع ونشرت رانيا محمود ياسين لقطة لابنها من المسلسل وكتبت ربنا يحميك يا حبيبي وعبر المتابعون عن إعجابهم بدور عمر رياض مؤكدين أنه نسخة تبقى الأصل من والده الفنان محمد رياض ترجمة نانسي قنقر